اشتركوا في القناة الله بإذن الله النهاردة هكلمكم عن منحة دراسية ممتازة جدا بس قبل ما اتكلم عن منحة دي احب اوضح لقناتنا بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر بالإضافة كمان ده الويب سايت الخاص بينا هتلاقوا عليه منح متعددة وكثيرة جدا وكمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس صوير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة طيب خلينا نبدأ لبركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة وهي منحة جامعة قطر لعام 2021 وهي المنحة المولى بالكامل طيب خلينا ناخد نبزة عن الجامعة دي الجامعة دي بدرس فيها عزة طلاب كتير جدا من مختلف العالم وخصيصا الدول العربية والجامعة دي متميزة بقلياتها الرائدة في المجالات المتعددة مجالات كتيرة جدا متاحة في هذه الجامعة ومصنفة من اقوى الجامعات حول العالم وطبعا يعني التعليم في قطر معروف ان هو المصنف يعني رقم واحد على مستوى الدول العربية كلها فمن احسن التعليم في الدول العربية هو التعليم في دولة قطر دي حاجة معروفة زي ما احنا قلنا الدولة اللي هيكون فيها الجامعة دي او الدراسة هيتكون في دولة قطر الجامعة المناحة هي جامعة قطر تمام الدول المتاحة للتقديم جميع الدول المتاحة للتقديم سواء الدولة العربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم مع المنحة دي المرحلة الدراسية الموجهة لها المنحة دي المنحة موجهة لدرجة الباكالوريوس فقط يعني لو انت مخلص سنوية عامة وعاية ستدرس باكالوريوس مساحة لو انت في اخر سنوية عامة اه في اخر سنة من السنوية العامة بتقدر تقدمها على الباكالوريوس برضو مفيش مشكلة تمام طيب بالنسبة للتمويل عندنا التمويل في حاجة اسمها المنح الداخلية تمام وفي حاجة اسمها المنح الخارجية وركز ما معي المنح الداخلية هي المنح اللي بتقدمها الجامعة للطلبة المقيمين في دولة قطر. لو انت مقيم في دولة قطر حاليا بيكون ليك منحة. في الجامعة دي اسمها منحة داخلية. والتمويل بتاع المنحة دي انها بتشمل اعفاء من الرسوم الدراسية والاعفاء من الرسوم الكتب كمان. تمام? والشروط الاستفادة من المنحة دي ان انت تكون محقق للشروط والمعايير الخاصة بالمنحة. تمام? اه يعني انك تكون طالب مكتاد اثناء الدراسة ويعني ما ترسبش في اي موقع. دي شروط الاستفادة من المنحة والاستمرار فيها. طيب بالنسبة للمنح الخارجية. عندنا المنح الخارجية هي المنح التي تقدمها الجامعة للطلبة من خارج دولة قطر. عن طريق تقديم الشخصي. تمام? والتمويل اه في المنحة دي بيشمل بقى اه يعني التمويل بشكل كامل. بتشمل الاعفاء من رسوم المقررات الدراسية. دراسة بتكون مجانا. كمان بالاضافة الى الكتب. كمان بتحصل على سكن مجاني من الجامعة. وبتحصل على تذاكر سنوية الى بلدك اه الاصلي في الاجازات. بتنزل لبلدك عادي جدا. وبتكون تذاكر الطيران على حساب المنحة. فدي حاجة برضو ما بتلهاش في اي منح تانية. وكمان هتكون الاقامة على كفالة الجامعة. اقامة في الدولة نفسها ورسوم الفيزا في الدولة نفسها كمان هتكون على حساب الجامعة. كل ده على حساب الجامعة انت مش تدفع اي حاجة خلص. يعني منحة ممولة بالكامل من تذاكر الطيران الى رسوم الدراسة الى السكن الى كل شيء. طيب عشان تستفاد من المنحة دي برضو نسي شروط انك تكون طالب مجتهد اثناء الدراسة يعني ما ترسوبش في اي مادة تكون محقق للشروط انك تكون في اخر سنة من السنوية العامة او انهية السنوية العامة بنجاح بالفعل. تمام? وطبعا لو في طلبة حاليا بتدرس في كليات مسلا طالب بيدرس باكالوريوس حاليا وعايز ان هو يبدأ باكالوريوس من اول وجديد ممكن عادي تقدم بشدة سنوية ما فيش مشكلة. تمام? وتبدأ باكالوريوس من اول وجديد. بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي جميع تخصصات الباكالوريوس اللي بتقدمها الجامعة متاحة. تمام? عندك كليات هي مقسمة الى كليات وكل كلية جوها تخصصات مختلفة. زي كلية الادايب كلية الادراء والاقتصاد وكلية التربية كلية الهندسة بجميع فروعها. كلية العلوم الصحية كلية القانون كلية الطب كلية الصيدلة كلية الشريعى والدراسات الاسلامية وكلية الطب الاسنان. عندك كل ده وتحت تقدم عليه في المنحة دي. تمام? طيب كيفية التقديم? التقديم بيتم عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالمنحة اللي هنشوفه بعد شوية. تمام? بالنسبة لتاريخ البدء التقديم هو 13 ابريل. 13 ابريل بيبدأ التقديم للمنحة دي. وبيتم انتهاء التقديم للمنحة دي خمسة مايو 2021 بينتهي التقديم لهذه المنحة. تمام? يعني انت معاك حوالي ممكن نقول زي مسلا عشرين يوم عشان التقديم للمنحة دي. تمام? طيب. فكده انا اشرحت لكم كل شروط وتفاصيل المنحة. خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحة اللي فيه كل التفاصيل من موقع الجامعة الرسمية. تيجي تضغط على اعلان الرسمي عشان يفتح معاك بهذا الشكل. هيفتح معاك الاعلان الرسمي هتلاقي في كل التفاصيل انا قلتها وكمان من الموقع الرسمي باللغة العربية. تمام? تقدر انك تشوف التفاصيل باللغة العربية واللغة الانجليزية متاحة برضو. وهنا ده موقع الجامعة. تمام? كتبين لك هنا موعية التقديم على المنح. هتلاقي برضو انواع المنح طريقة التقديم كل حاجة هتلاقيها مشروحة هنا. وكتبين لك ان معادي التقديم من تلاتاشر ابريل حتى تمانية يونيو الفين واحد وعشرين. تمام? ده معادي التقديم. طيب كده اه شفنا الاعلان الرسمي. خلينا نروح نشوف التقديم للمنحة دي. هتيجي تضغط على كلمة قدم الان عشان يفتح معاك التقديم. اه طبعا ده الصفحة الرئيسية اللي هتظهر لك. انا بالفعل شرحت المنحة دي السنة اللي فاتت. وشرحت كافية التقديم لها. وضحت كل تفاصيلها. فهنروح دلوقتي نشوف التفاصيل بتاعت التقديم لان هي نفسها مفيش حاجة غيرت. نروح نشوف تفاصيلها عشان نعرف ازاي نقدم للمنحة دي. هتلاقي اول حاجة من حضرتك اللي بيقول لك مطلوب. تمام? اه فبالنسبة للجزئية دي دي المستخدم اللي عمل على الموقع. تمام? اما المستخدم الجديد اللي هو فيجي عند الجزء ده عشان يعمل جديد على الموقع بتاع المنحة. تضغط على الجزء ده اللي هو وهنا مطلوب من حضرتك انك تعمل ده بتعملو من عندك. شوف انت بقى تحط اي ارقام اي حراق مع بعض. تمام? بحيث الماكز ما يكون خمسตاشر للآآ للآآ وثمانية لي nuevos. تمام? فهنا حضرتك مسلا بتكتب شوف بقى بتكتب مسلا ارقام وحروف زي ما انت عايز بالسي المهم تحفزهم في دماغك عشان تحطهم بعد كده في لو حبيت تدخل آآ لأبيليكيشن في أي وقت فلازم يكون كلمة سر دي انت عارف. وتكتب هنا برضو كلمة سر. تمام? وهنا بتعمل لها. بتأكدها بتكتبها مرة كمان. وبعد كده بتضغط على كلمة لوجين. لما بتضغط على كلمة بترجع بقى هنا ليه الصفحة بتاعت التسجيل للدخول خلاص انت عملت وعملت تمام? تيجي اه تكتبهم هنا وبعد كده تضغط على كلمة لوجين. لما تضغط على كلمة لوجين هيدخلق على طول للابليكيشن بتاع المنحة. بتاع المنحة يزهر لك بالشكل ده. هو ده. هتلاقي عندك متقسم لاتناشر خانة. الاتناشر خانة دول او الاتناشر دول انت محتاج تملى كل فيهم على حدة وتكتب كل البيانات اللي فيه. فبيقول لك هنا قبل ما تبدأ بيقول لك اقرأ بعض المعلومات قبل ما تبدأ دي ما فيهاش اي حاجة تملى بس انت بتأكد انك فاهم الشروب بتاعت المنحة وبيقول لك يعني ان لو انت عايز تفهم عن المنحة اكتر انت تدخل لللينك ده بيقول لك بالنسبة للوصائق الاوراقة تحطها في شكل ملف بي دي اف آآ بيقول لك هنا للاشياء بقى تتعرف على الحاجات قبل ما تبدأ ليه آآ وبتحط البيانات بتاعت تمام وبتيجي هنا بتعمل ان انت خلاص يعني قرأت وفاهم الاشياء دي كلها وبتعمل هنا تمام? لما بتعمل بدخلك ليه الخانة اللي بعدها اللي هو بتحط بياناتك الشخصية اسمك اسم العائلة. وبعد كده خلص خلصت الخانة دي بتضغط على عشان تخش الخانة اللي بعدها اللي هي وخلي بالك لاحظ معايا ان هما آآ تلاتاشر مش اتنشر تلاتاشر اللي هو الاخير آآ اللي هو انت بتأكد خلاص وبتعمل صبمية للمنحة. وهنا بيكلمك عن معلوماتك بقى الشخصية زي تاريخ ميلادك آآ هنا بيقول لك لو انت عندك لو انت مقيم في قطر وعندك اي دي فتحط الاي دي بتاعك تمام? آآ ده بالنسبة لو انت مقيم في قطر. لو مش مقيم في قطر بيلاك حط العدد دي من الاسفر. تحط صفر 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 صفر. تمام? وبعد كده حضرتك بقى بتكمل بقى البيانات. ولو عايز تخلص يعني مسلا دي اللي مفروض انت هتكمل فيها البيانات بتاعتك. لو انت عايز ترجع للهما اللي التلاتاشر بتيجي تضغط على اللي هو دي. تمام? تضغط عليه وبيرجعك للليستة كاملة وفيها كل المراحل من حيس المعلومات الشخصية وما الازالة. وهنا دي اللي هتظهر لك بالشكل ده طبعا تقدر تكمل كل آآ خانة من دول زي في وقت اللي انت عايزه يعني مسلا تقدر تكمل خانة وترجع فيما بعد بعد ساعتين بعد ثلاثة اليوم اللي بعد وتقدر تكمل كل يوم حاجة. يعني مش مطلوب منك انك تفضل تكمل كل الخانات في نفس الوقت. تمام? آآ وزي ما قلنا آآ هنا بتخش على ده بالنسبة للمعلوماتك بقى هي بتاعت العنوان آآ والمدينة اللي انت مقيم فيها وتكتب كل الاشياء دي خلصت الخانة دي بترجع وتخش على الخانة اللي بعدها اللي هي اللي هو بالنسبة بقى الوالدين هل احد الوالدين لديه جنسية قطرية ام لا وبتكتب مكان الميلاد والجنسية بتاعتك بتحطها هنا خلاص وبتخلص الجزئية دي وبعدين بترجع آآ بتضغط على الجزء ده اللي هو العودة ليه الخانة الرئيسية. آآ وبتخش بقى على هنا آآ بالنسبة المعلمات التواصل مع الوالدين بتكتب هنا البريد الالكتروني آآ للوالد تمام آآ وتحط البيانات بتاعته هنا وتخلص الجزء ده طبعا يعني لو بصيت هتلاقي البيانات بسيطة خانات بسيطة تمام تكتب الخانات دي وبالنسبة هنا للمعلومات المدرسة بتاعتك تكتبها آآ انت مسلا حاليا دلوقتي خلصت مسلا خلصت في تاريخ امتى بدأت امتى آآ تاريخ التخرج اسم المدرسة ما الى زلك بتكتبه هنا خلص الجزء دي وبترجع تاني اللي بعده بالنسبة بقى 들ه هو الاساسي اللي انت بتختار في التخصص اللي انت عايزه. تمام? هنا بتختار التخصص اللي انت عايزه. طيب. انا عايز اختار التخصص بتاعي. اختار ازاي التخصص بتاعك? هتلاقي هنا. انا دلوقتي كنت اختارت مسلا الهندسة فانا عايز اعمل للبروجرام ده. عايز عمله تغييرة وريكوا ازاي تختارو التخصص بتاعت. بتيجي حضرتك هنا بتعمل الرغبة الرئيسية عندك متاح بحد اقصى ست رغبات تختارهم ست كليات. فانا مسلا باجي اختار هتلاقي هنا مسلا مكتوب قدامها آآ بنات اداب بنات طب اسناء آآ بنات هندسة بنات قانون مسلا هتلاقي بنين اداب آآ بنين قانون بنين طب بنين صيدلة. فمسلا بتلاقي بتلاقي الحاجات دي. فانت بتختار التخصص بتاعك اللي انت عايز تدرسه. آآ بتختاره من هنا. مسلا انا اخترت مسلا آآ بنين قانون. تمام? وبعمل لها بعد لما حضرك بتعمل بيدخلك بعد كده اللي هي ايه بقى? اللي هي الرغبات السنوية. انت دلوقتي اخترت التخصص الرئيس اللي انت عايزه هو القانون. في رغبات تانية متاحة لك بحيس لو متقبلتش في التخصص ده تتقيب الفداء. فمسلا انا ممكن اختار مسلا آآ آآ علوم مسلا. تفضل بقى انت تختار شوف بحط اقصى خمس رغبات آآ فرعية هنا بتختار. خلاص? طيب خلصت الجزء ده ترجع بقى تاني للقائمة. تمام? وتختار بقى الجزء ده هو كمان المهم لان الجزء ده هو اللي انت بتختار فيه المنحة اللي انت عايز تقدم ليها. لان ده هو التقديم للجامعة نفسها. وانما داخل بتلاقي اختيار المنحة. فانت عشان تختار المنحة اللي هنا احطت لكم تختار المنحة زي تيجي تضغط على هي دي المنحة اللي احنا عايزين نقدم لها. تمام? آآ لان المنحة بتارت كزا لان الجامعة دي بتارت كزا منحة. ولكن المنحة اللي احنا عايزين هي اخر واحدة اللي هي كاتر. بعد كده بتضغط بترجع تاني الخانة بتروح اللي بعده اللي هو معلومات اه اضافية. بيقولك هنا في المعلومات الاضافية بقى مسلا اه تدرج معلومات عنك عن والديك. اه تحط اجابات على زلك والديك مسلا اخر مرحلة دراسية اه وصل اليها والدك كانت ماجستير دكتوراه باكاليريوس ما 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 عندوش شهادة بتختار اه بالنسبة للوالدين ايه المواهلات الدراسية بتاعتهم. بعد كده بترجع للخانة دي الرئيسية. تمام? وبتخلص بتروح للجزء اللي بعده بقى اللي هي مرحلة اه تحميل الوسائق. تمام? هتلاقي حضرتك هنا بيقولك اختار نوع المستند اللي انت عايز تحمله. لو انت اه شخص موجود في قطر. تمام? يبقى تحط الهوية القطري دي. تمام? لو انت اه مش قطري يبقى تحط البصبور بتاعك. يبقى الاول حاجة دي بالنسبة للناس المقيمة في قطر او النسبة الناس القطريين. انا ما لو انت مش قطري يبقى تختار تمام? وتحط تحميل لصورة جواز السفر. بعد كده اللي بعده تختار اه اه بتاعك كشف الدرجات بتاعت السنوية وتحطها. بعد كده تختار صورة شخصية بحجم جواز السفر وتحطها هنا. تمام? وبعد كده بتعمل تضغط عددها. طبعا عشان ااكد تاني اللي المنحة دي اه مش ديه الوسائق المطلوبة بس. فيه وصائق تانية بتطلب لو انت هتقدم على كلية علمية مطلوب منك. شهارة الايلتس او الطيفل. ولكن بعد القبول مطلوبة منك. انما حاليا دلوقتي مش مطلوبة. لو انت هتقدم لكلية ادبية مش مطلوب منك اي شهارة لغة خالص. تمام? ولا اي شهادة. هتقدم بس تكشف الدرجات بتاعك. وصورة جواز السفر وما الى ذلك. وانما مش موجود مش مطلوب منك اي شهادة. تمام? خلصت الجوزية دي. حضرك بتعمل ايه? بترجع تاني القائمة دي. تمام? وبتروح ليه اخر جوزية اللي هو بقى انت بتعمل لكل اه المعلومات اللي انت حطتها بتأكد بتعمل عليها. تمام? وبعد كده بعد لما بتعمل بتضغط على كلمة طيب. ايه اللي بيحصل لما بتضغط على كلمة اخر حاجة بقى بيوجهك بعد كده. الحاجة بقى المهمة اللي لازم تاخد بالك منها ان في رسوم في المنحة. المنحة دي بتحتاج منك رسوم حوالي اربعة وخمسين دولار. يبقى انت بعد لما بتخلص كل ده تدفع رسوم طيب. ليه بتدفع رسوم عشان المنحة تتأكد انك شخص جاد في عملية التقديم. يعني مسلا انا دلوقتي دخلت مالية البيانات دي صح? اعدت مالية اي حاجة. فمسلا دلوقتي لو انت مش شخص جاد وطلبات كتير جات لهم خاطئة. فبالتالي ما فيش جدية في في التقديم. فبالتالي هم بيعملوا رسوم عشان يتأكدوا الشخص ده بيملل صح? عشان يعرفوا ان هو شخص جاد في عملية التقديم. ومعظم الدول الاوروبية والجامعات القوية الجامعات اللي في اوروبا والجامعات اللي بتكون قوية زي في قطر مثلا بتفرض رسوم يبقى قولنا رسوم اربعة وخمسين دولار بعد لما بتدفع كده طلبك بيوصل للجامعة وبيبدأوا يرجعوه وبعد كده بيخبروك بحالة الطلب بتاعك. وعايز اناول كمان على حاجة ان المنح اللي بيكون فيها رسوم بيكون نسبة الابول فيها عالي. لان لو قبل ما بقاش عليها كبير. فبالتالي انت لما تدفع رسوم بالنسبة كبيرة بيجي لك قبول لان ما بيكونش فيه تنافس كبير على المنح دي. تمام? فبالتالي ما تخدهاش من وجهة نظر مسلا ان فيها رسوم لا في المنح لا. اخدها من وجهة نظر ان ممكن يكون ده سبب من الاسباب القوية ان يجي لك قبول في المنح دي لان ما عليهاش تنافس للمنح اللي بيكون فيها رسوم ليه. طيب وكده شفنا كل تفاصيل المنحة وعرفنا كيفية التقديم لها منحة ممتازة جدا ما تضيعوهاش من ايديكو. اه صراحة جدا لدرجة البكالريوس ممتاز فيها آآ كليات عديدة وتمويل ممتاز جدا. كما ما تنسوش خدماتنا الاضافية اللي احنا بنوفر منح مضمونة البول في دولة الصين. كمان بنوفر التقديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزها لو عايز تقديم من خلالنا عن منحة دي متاح. وخدمة تجيز الاوراية وخدمة التقديم على الكرصات. تمام? وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.